هذا وكان رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد غادر ليلة البارحة مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار متوجها إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل وودع رئيس الجمهورية بمطار أطار الدولي من طرف والي آدرار سيد عبد الله والمحمد محمود ووزيرة العمل الاجتماعي وطفولة والأسرة سيد صفية من تتهاه وقائد المنطقة العسكرية الثالثة العقيد محمد لمين والمحمد بلال ورئيس المجلس الجهوي لجهة أدرار سيد محمد والشريف والعبد اللهي وحاكم مقاطعة أطار سيد الشيخ سعيد باقيلي وعمدة بلدية أطار سيد إبراهيم والمحمد والبدبة ونواب المقاطعة